كمال الكلام فيما تقرر فيما يتعلق بالتعزية أو التهنية للكفار وغيرهم كل ما سلم من التشبه من المشاركة من التلفظ بكلمات لا تقبلها الشريعة وليس فيه عن لهم على مخالفة كمرلا أو ظهاره فإذا جعلوا لهم عيد مثلا بفعل محرم هذا ما يجزت ثانية لكن فرحوا بميلاد سيدنا المسيح مثلا نبي من الأنبياء وصلحوا ذاك يوم عيد لكن مع ما ذكر في المسألة من اختلاف الأماكن الأحيان والأوضاع مع ذلك كله فالأصل والأساس أن كل ما فيه أي مشاركة أو حضور مجلس من مجالسهم ولو فيه خمر فقط فضلا عن أن يكون فيه شرك أو كور فضلا عن أن يكون فيه تلفظ بألفاظ تاليه سيدنا عيسى أو غيره هذه الجوزة يحضر فيه من قريب ولا من بعيد يكون حرام فأن رضي ذلك فهو كفر أن رضي هذا التشريك أن رضي فعل هذا المحرم المجمع ليه معادله حرام يكون كفر إن كان من دم ما يرضى ذلك نقول له فعلت منكرا كبيرا في الشريعة إن لم يحضر شيء من هذا إنما تكلم بكلمة فيها لدخال سرور على قلبه مضبوطة لأن حتى في التازية ما أحب الألفاظ التي فيها مجرد التكثير وبعدين لهم كلام فيه وعلى كل الأحوال الدعوة بالهداية منصوص عليها من عند الأصل والأساس لأصناف الكفار لمن فيهم المحاربين المقاتلين اللهم مهد قومي فإنهم لا يعلمون في وسط غزوة وحد ما هم محاربين بس محاربين أن نالوا من النبي ونالوا من أصحابه وما قتلوا بس مثلوا وخصوا عمه ببقر بطنه وإخراج كبده وفيها هذه لما طلبنا الدعالين قال الله مهد قومي فإنهم لا يعلمون وإذن أنت تطلب الهداية لواحد ما تريد له الخير إذن إرادة الخير موجودة عندنا لهم لكن والله لا نقر شيئا من كفرهم ولا من فسقهم ولا من معاداتهم للإسلام ولا نفسح لهم مجال أن يفسدوا أخلاقنا أو أخلاق ابنائنا بإسم التسهيل ولا بإسم التأسير ولا بإسم السعافة الشريعة ماشي السعافة الشريعة يلعبها في الدين ولا تهدم بها أخلاق ولا تهدم بها قيام ولا تهدم بها مسائل